الأول من ديسمبر هو يوم تحتفل به البحرين بإنجازات مضيئة حققتها المرأة البحرينية في كافة المجالات لبناء تنمية وطنها فصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سيدة البحرين الأولى أولت دائما اهتماما بالغا بالمرأة البحرينية وهذا العام تم اختيار المرأة في المجال القانوني والعدلي للاحتفاء بإنجازاتها وما حققته خلال مسيرتها العملية بلا شك كان لتوجيهات صاحب الجلال الملك حامر بن عيسى عاهل البلاد وكذلك بمساهمة المجلس الأعلى للمرأة من قبل دعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الدعم الأصيل أو الأساسي في دعم المرأة البحرينية والغفزات التي حققتها فالمرأة البحرينية قفزت تلك القفزات بفضلا من الله فثم مجهود جلالة الملك وكذلك دعم السيدة الأولى للبحرين فكان لذلك الدعم الأثر الكبير في تباوئها أكبر المناصب القضائية سواء قاضي المحكمة الدستورية أو قاضي في محاكم الاستئناق أو حتى في النيابة أو في التشريع والإفتاء أنا أعتقد أن تخصيص هذا اليوم من قبل صاحبة السمو عطتنا دفعة قوية ليس فقط في أن نعطي لنفسنا وقفة ماذا قدمنا فعلا إلى مملكة البحرين وماذا بإمكاننا أن نقدم أكثر على الرغم من دقتها وحساسيتها لكون يتعلق بمجال العدالة إلا أنها استطاعت المرأة فعلا أن تثبت منها لا تقل عن الرجل في تحمل هذه المسؤولية أن تخصيص الأول من ديسمبر من كل عام يوم للمرأة البحرينية يأتي دعم واضح من قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وتقديرا من الحكومة الرشيدة لجهود المرأة البحرينية ومسيرتها الوطنية ومنذ الإعلان عن تخصيص هذا العام للاحتفاء بالمرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي قامت مؤسسات المجتمع المدني بإبراز أهمية دور المرأة في هذا المجال من خلال ويرش العمل والمؤتمرات والندوات التعريفية تسليط مجلس الأعلى للمرأة الضوء على المرأة في المجال العدلي أو القانوني ما هي إلا أحد المحاور التي تبنتها قبل ذلك فساد تم تسليط الضوء على المرأة العاملة في المجال الإعلامي والمصرفي ومجالات أخرى اليوم تسليط الضوء في المجال العدلي والقانوني ما هو إلا وسيلة معينة من خلاله يستطيع المجلس الأعلى للمرأة النظر في أهم إنجازات المرأة في المجال العدلي والقانوني وما هي الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة في ذلك المجال إن هذا الاحتفاء أعطى انعكاسات إيجابية عديدة لدى النساء العاملات في مجال القضاء والقانون وكشف لنا مد اهتمام القيادة العليا بالمرأة العاملة في هذا الحقل وتدليل أي عقبات نحو تطوير أداءنا ولا شك بأن هذا الأمر يبث فينا الهمة في تأكيد أحقيتنا في هذا المجال بنجاح لم يبقى المجال العدلي والقانوني بمعزل عن التطور الذي أطال جميع قطاعات العمل في المملكة إنما أصبح في الوقت الحالي مجال خاص بالتميز والإبداع وهذه من العناصر التي جذبت المرأة البحرينية للعمل في هذا المجال لإيمانها بقدرتها وكفاءتها وقدرتها على أحداث التقيير الإيجابي في المجال العدلي والقانوني إن اليوم هو يوم وطني يستذكر فيه المجتمع الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي وهو بلا شك نتيجة الدعم اللامحدود الذي تحضى به من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين